أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جواتارش تضامنه مع سكان غزة في رسالة وجهها للعالم مع بدء شهر رمضان المباركة وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بدرورة تطبيق هدنة في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وتدليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقضة للأرواح في قطاع غزة محذرا من أن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح قد يدفع الفلسطينيين إلى دائرة أعمق من الجحيم